13 سنة حكم وسنة دفعنا 80 ملعين بعدما قضى في الأسر محكمية 13 عاما على ذمة تهمة الانتماء للمقاومة أعلن ابن مخيم النصيرات علي الحاج من قطاع غزة إتمام الأسرى في سجون الاحتلال الترتيبات الأخيرة بين يدي فتح إضراب طويل عن الطعام لانتزاع حقوقهم المشروعة في حركة ضغط تولى قيادة مبادرتها عضو المجلس التشريعي الأسير مروان البرغوثي إعلان أطلقه الحاج يومين بعد إطلاق سراحه قائلا إن الأسرى أنهوا ترتيباتهم الأخيرة تمهيدا للشروع ببدء الإضراب والأجواء صعبة فكثيرون لا يعرفون دوافعنا خلف خوض الإضراب ووفق معلن الحيثيات التي كشفها المركز الفلسطيني للإعلام نقلا عن علي الحاج ينتظر أن يخوض الأسرى إضرابا في السجون الصهيونية كافة يوم السابع عشر نيسان القادم بهدف إعادة منجزاتهم وإيقاف تفتيش الليلي والعاري وتحسين ظروف الحياة اليومية وتوفير أجهزة الهواتف للتواصل بين الأسير وذويه وجاء في حديث الحاج ستكون قيادة الإضراب لدى الأسير مروان البرغوثي ومطلبنا من العالم الخارجي أن يقف عند مسؤولياته والأسرى الآن مشغولون بالتوعية لكيفية التعامل مع النوم والحركة ومقومات الصمود ويعولون على المقاومة وصفقة وفاء أحرار ثانية كما بيّن علي الحاج أن إدارة سجون الاحتلال حاولت في الأيام القليلة الماضية التسويف والمماطلة في الاستجابة لمطالب الأسرى مكتفية من سقف الرضوخ بالحديث عن تسهيلات شكلية لا ترقى لطموح الأسرى ولم يغفل الحاج عن الإشارة إلى انعكاس تداعيات اغتيال الأسير المحرر مازن الفقهاء على إضراب الحركة الأسيرة مذكرا بنعقاد إجماع الأسرى على ضرورة ملاحقة ومعاقبة المتورطين في الاغتيال الأثيم